عن القدم السكري الذي هو إحدى المضاعفات طويلة الأمد للإصابة بالداء السكري وتنتج عن حدوث تغيرات في التروية الدموية للقدم بفعل الأثر الذي يتركه ارتفاع غلوكوز دم على الجسم للحديث أكثر والتفصيل لمشاهدين الكرام في هذا الموضوع نستضيف معنا الدكتور محمد العيفة طبيب مختص في أمراض السكري والأمراض الأيضية صباح الخير دكتور صباح النور سيدتي صباح الخير لكل المشاهدين نعم في البداية لو نوضح للمشاهدة الكريم متلازمة القدم السكري قدم السكري كما هو معلوم هو صيفة تعطى لكل الأمراض التي قدرها تصيب القدم تاع السكريين ويكون السبب المباشر تاحها أو غير المباشر يكون السكري ومضاعفاته السكري كما تعرفوا جميعا هو ارتفاع السكر أو نسبة السكر في الدم أكثر من جرام فاسل 26 أو يعني على الفراغ أو أيضا على السكري عندما يكون مرتفع أكثر من زوج جرامات بعد الأكل يصنف هكذا كسكريين إذا كان تستهدد درع الأقل لمرتين ومن هنا يبدأ العلاج تاع السكري من خلال الحمية من خلال الأدوية من خلال بعدد من الأمور التي يجب أن يعلمها السكريين لكي يبقى الهدف من العلاج السكري هو أنه يبقى نسبة السكري دائما في حدود معقولة واللي عندما نقول حدود معقولة أي حدود لا تضر الأعضاء الأخرى لأن السكري في حد ذاته لا يمثل خطر آني يعني خطر حيني في الوقت ولكن يمثل دائما خطر بعيد مدى لأنه الدليل أنه كالناس وهذا السكريين يعرفوهم السكر عندهم يرتفع ثلاثة أو أربعة جرامات وتشوفو باللي رو إنسان يخدم عادي يعني يبدل فيه جهد ما نقسلوش مباشرة في إمكانياته وهنا يغلط السكر ويعطي يعني يدفوه ميساج لأنه هنا يعطيك يشوف الإنسان يروحو باللي هو أقوى من السكر هذا أو السكر ما شيء يمثل فيه ولكن السكر هو يأثر على بعض الأعضاء ما نسميهم إحنا لزورغان نوبل ليهما الكيلاء، القلب، يعني العرق بصفة عامة، العين وأيضا النهاية العصبية ومن خلال نهاية العصبية تخص الأرجل والرجل لماذا؟ لأن الرجل هي الوسيلة الوحيدة اللي عندها اللي تعتبر تضمن الاتصال ما بين الجسم والأرض لذلك الاتصال الكبير ما كانش أعضاء أخرى يعني عندها اتصال مباشر مع الأرض إلا الرجل والتاني حاجة الرجل هي بكل مكوناتها هي اللي ترفع الجسم تاعك يعني الوزن تاعك بصفة عامة ترفعه هي يعني الركبة وخاصة البيئة بالارتكوليات تاعها، بعروق تاعها، بالعضلات تاعها وهي يعني اللي يألثمي، هكذا الابخيسيون هذك باستمرار وعلى هذيك يعني ربي سبحانه عندما خلقنا أعطى قدرة على الإحساس بالرجل كبيرة جدا يعني الرجل مجرد أنك تلبس حيدة ويكون ضيقة لك تحس به تمشي في بلاسة باردة تحسلها، بلاسة سخونة تحسلها يعني الكونتكت كامل نهايات العصبية عبارة عن ديغولي يعطوا بمعلومات بلا غير ما تنظر أنت وين راك داير رجليك فتعطيك المعلومات باستمرار لماذا؟ باش ننتوقع أو باش نتجنب الأضرار اللي قادرة تصيب الرجل هذه الإحساسة أو هذه الإمكانيات تبدأ تتفقد عند الإنسان اللي عنده السكري عندما يكون السكري تاعه غير متوازن وغير منتظم لأن السكر هذا واش يدير في مرحلة أولى رح يقيس دابو العروق للشعيرات الدموية الصغيرة اللي تغذي آخر المناطق اللي موجودة في الرجل في كل أعضاء ولكن خاصة في الرجل وهنا يبقى لنهايات العصبية تولي ما يلحق لها شتغذية كما يماغي فتبدأ تفقد لفاكلتاتها تبدأ تفقد في إمكانية العملتها لأنها عبارة عن مناطق تعطي باستمرار الأحاسيس وانت تصلح كتشوف صباط ماشي يعني على القيستاعك يعني تبدله ولا تدونك هذه عبارة عن إحساس عندما تشوف مكان سخون بزاف فتبعد عليه إذا كان تدخل لا دوش تحط رجلك في البنوار تصيبه باليراوه سخون بزاف تبدل هذه المعلومات البسيطة اللي نديروها غير وعي في بعض الأحيان هي مهمة جدا للحفاظ على هذه الأعضاء السكريين رح يقع اضطراب على مستوى نقل هذه المعلومات للمخ ولا ليك ولا بش رد الفعل وهنا وهذه سبب تحسس سكري المرتفع والغير مضطار والغير يعني منظم لمدة طويلة عادة لمدة لسنوات والفقد انتحها رح يتم بطريقة بطيئة جدا لا يفقلوش الإنسان لأنه في الأول رح يحس النور جليه سخونة باردة تنمل يحس أحاسيس غير طبيعية يحس بكما يقولوك وهذه عبارة عن علامة جي وعبارة عن إمكانيات تنخفض لبعث نهاية العصبية لبعث الإشارة العصبية بطريقة منتظمة هنا يبدأ مرحلة الخطر لأنه هنا القدم السكري واللي متعرض إلى بعض الإصابات اللي قد نفقدو الإحساس بها قدر نتجرح قدر تتحرك شفنا ناس يعني تحرقوا كارمان بلا غير ما يحس لها يعني وقعت لنه كالناس اللي ديابيتيك اللي عندما بيه ديابيتيك بخطر مديد يقعد تحط له حاجة في الحذاء تاعه يعني حاجة البسيط يدخل رجله ويلبس عادي وما يحس لهاش أصلا وهنا تبدأ الخطورة تعرج للسكري كيفاش تم هذه المشكلة؟ يتم على ثلاث مستويات أول حاجة العرق يعني العرق هذه رح تكون يضرها السكر أيضا نهاية العصبية تنقض في الفعالية تحها ومن بعد تأتي مرحلة الانفكسيون أو مرحلة التعفون التي يستطيع أن يسبب عادة التعفون يأتي نتيجة انفكتور إكستيرير يعني حاجة من البرا اللي هي سوى جرح ما تعالج كما ينبغي سوى بعض الفطريات تعفنت ومن بعد تقدمت ودخلت إلى البارتي مول وهنا توصل إلى حد العظم وهناك عندما الانفكسيون تعفون يصل إلى العظم هنا يبقى ما يسمى بلاغونغرين اللي هي يعني تقيس النهاية العظم وهنا نروح للمراحل الأخرى لذلك بصفة عامة هذه الظروف لتنفاها قدم السكري لأن كلمة قدم السكري هو كلمة إلى حد ما عريضة وواسعة فنحن ليس كل السكريين سيذهب إلى هذا المسار ولكن معظم السكريين غير المنظمين في السكرتاحهم سيكون عندهم حاسيس مختلفة ومتدرجة وللأسف الشديد في معظم الحالات هذه الظروف للمراحل لا يستطيع أن نعود للمراحل أما قدرين أن نوقف على الأقل المسار ونأجله لكي لا تذهب إلى القدم السكري نعم هم الناس اللي عندهم سكري غير متوازن اللي عندهم سكري قديم الناس اللي يعني كما قلت في البداية الناس اللي عندهم سكري ولكن ما يعطوشوا أهمية كثيرة وما يهمهمش كثير أنه طال على السكر وروح لتفسير باسيط اللي هدرنا أنه يقول لك أنا السكر ماشي مأثر فيها ولا رأني مداري عيك هكذا ودو جرام سيبا غغاف وبالعكس يقدر يوصل وبعض الناس يقول لك أنا تحت جرام وخمسين ولا نحس برعشة ونحسوا يتعبني لغير ذلك فهو يفضل أن نعيش في السكر مرتفع فيحس براحة معينة لكن هذه راحة يعني مخادعة لأنها ليست راحة حقيقية مضاعفتها على المادة البعيد هناك ثمن سيدفع آجلا أو عاجلا وزيد نعطيك معلومة أنه بالنسبة للقدم السكري عادة اللي عنده قدم السكري عنده ديجا ديزاتان تخرين اللي هي في العين وفي الكيلة وأيضا في العروق بصفة عامة وخاصة العضوين هادم المهمين على أساس أنهم عندهم خاصية أنهم عندهم عروق بسيطة جدا وكانت تبادلات كميائية كبيرة على هذا المستوى لذلك عادة البروسيسس اللي يقيس ويوصل ما يسمى بلا نغوباتي لأنها تبدأ بلا نغوباتي هي نفسها اللي تقدر تقيس له أعضاء أخرى إذن فكل مكان عندك اعتراف في السكري كل مكان لا تتهون بالأمر ولا تقول أنا ما قاسني ولا ما شيء أثر فيها ولا ما يقدرش يتصور أنه رجل ما يحسش بها ويعطيها عادة عندنا عادة عندهم تفسير لكل شيء قادر يقول لك لا أنا استخناها خاطر عندي سيركولاسيون عندي عندي كذا هذيك علش نحسب تنمل ولا يعطي تفسيرات أخرى اللي هي غير حقيقية وكل المشكلة في أن هذا المرض بالذات يمشي بالعقل بالبط يمشي يعطيك الوقت الكافي ولكن هو دائما في تقدم وبطبيعة الحال نقدر نجنبه ربما هل عامل السن وعامل الجنس يعني ما بين المرأة والرجل ألعب دور في الإصابة بهذه بداء القدم السكري في اللوبيديا بيتيك بصفة عام مع عامل الجنس ما يلعبش دور مباشر على أساس أنه يعني الكل متعرضين إلى نفس العلاش لأنه عادة هو يقيس الناس ابتداء من سن معين بعد 55 سنة أو بعد يعني يعني 60 سنة عادة لكن مش دائما كان الناس اللي عندهم سكري اللي يخذهم السكري في بداية حياتهم الأولى فكل سنوات السكري هي محسوب عليهم ويقدر ينقصوا بهذا المرض في سنوات مبكرة معظم الناس هادهم يعني ممكن يكونوا دجا يخدموا يعني عندهم نسحبوا من الحياة العملية يعني 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 ولكن من ناحية سنوات وكل ما تقدم السن وخاصة سن لوديابات يعني إلاج لوديابات إلاج لوديابيتيك نحن نفرقه ما بين سن السكري عندما يكون السكري عنده أكثر من 20 سنة فما يهمناش كثير العمر لوديابيتيك في حد ذاته لأن 20 سنة خاصة إذا كان هذه العشرين سنة هذه تمت في ظروف غير طبيعية كان إنسان ما يسمى بليموغلوبين جليكي واللي هو السكر المخزن والتراكمي دائما مرتفع أكثر من ما يسمى بالوبجيكتيف وهنا نذكر النقطة هذي بالنسبة للباسيون اللي رمي تبعو عند الديابيتولوج وعند المدسان تخيطان تحام باللي باللي كل كاتيجوري كل صنف تاع أشخاص سيواء نخده بعين اعتبار الأمر نخده بعين اعتبار القدم يعني القدم تاع الملادي إذا كان قديما أو لا نخده أيضا بعين اعتبار الملادي أسوسية عنده لا تنسيون أكتغيال عنده متان الكوليستيرول الوزن تاعه كبير ووزن تاعه صغير مدخن خاصة المدخنين وما أكثر عرضة هذو نخده بعين اعتبار هذو الأمور هذي كل باش نقولوا باللي هذو مبدا ترونهما أقرب ما يكون إلى الإصابة بهذا الأمر وعندما يعني ممكن كما قلنا ما يكونش حتى علامة خارجية في البداية العلامات تأتي بالتدرج تأتي بطيئة جدا ففي كل الأحوال هذو من الكاتجوري كيف نصنفوهم حسب الإموغلوب كل شخص عنده أجل يقولوا أنه لا يجب أن تدبسي 8% لا يجب أن تدبسي 7% وهذه الكاتجوري يعني هي عبارة عن تصنيف دولي يدار باش نحمون شخص وفي ربس الوقت ما نطلبوش منه كثير من المعقول لأنه لا نقدرش نشد إنسان عنده 70 سنة عنده بعض ملادي عنده عنده تنسيون عنده وعنده 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 ونقولوا لا أنت لازم لازم تكون 1 جرام 10 1 جرام 20 يقدر يديرها ماشي ما يقدرش يلحق لها من الثمن تحر رح يكون كبير على أساس أنه رح يتعرض أيضا للزيبوغليسيمي وهو إنخفاض السكر الحاد وهنا رح نطيحه في مشكلة واحدة على هذيك التصنيف يتم حسب العمر عندما يكون العمر يسمح عندما يكون الإمكانيات جسدية ما زالت يعني يلبس بها بالأكثر رح نكونوا أبا بلو سيفيرا ورح نكونوا بلو ستقيق ديزان باش يلحق الليزوبجيكتيف هادم لأن الليزوبجيكتيف هادم هو ما اللي يحموه ويحموه من كل المضاعفات وخاصة القدم السكرية نعم تحدثت قبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر